السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بالنسبة للمشاكل بتاعة الطلاب في مرحوح السابمشن هحاول على قد مقدر بعد تجميع المشاكل أرد على المشاكل اللي ممكن تتحل عن طريق واحدة التعليم الإلكتروني أو اللي حلها سهل بس الطلاب مش واغدين جلو النقطة الأولينية إن أنا عملت سابمشن in another group ورغم إن ده صعب لكن لو فرضنا إن أنا دخلت على الجروب بتاعي غلط أو أنا مكنتش فاكرة الجروب بتاعي إيه وعملت سابمشن في جروب غير الجروب بتاعي أنا هرجع أعمل سابمشن على الجروب بتاعي عادي لإن حضرتك ليك سنجل التمبت على الجروب بتاع حضرتك تمام؟ طيب وأنا بعمل السابمشن عملت رفعت الثلاث فيايلات A بس الأوردر بتاعه ما كانش صح يعني مثلا رفعت البليجوريزم ريبورت ما كان ريسورش أو ريفورنسز بس انا رفعت الثلاث فايلات لان الثلاثة هيوصلوا باسم حضرتك وبرقب جلوسك فدي مش هيبقى فيها مشكلة بدل انا رفعت الثلاث فايلات صحة طيب الحاجة الثالثة انا ناسي الباسورد هنا بقى في ناسي الباسورد خليني اقول حاجتين الحاجة الاولانية ان انا وحدة التعليم الالكتروني والIT شغالين في ان هما بيزبطوا الباسورد لاي طالب كان عنده مشكلة في الباسورد بتاعته او ناسيها يعني اوكي ان حضرتك ما توصلتش الى الان دي غريبة شوية ومع ذلك لها حل سهل بدون اللجوء لحاجة من الحلول اللي هي ان انا استنى ان انا اتواصل مع الليدر بتاعي وبعدين الليدر يتواصل مع الIT ويرجع تاني للطالب طب ده هيبقى ازاي انا بعد ما بفتح الجروب بيجي لي لينك فوق اللينك ده لو انا اخدته copy وبعدته خلاص هو الطالب هيقدر يدخل من اللينك ده على الفورم دايريكت بتاع الفيل اوت فورم يعني اللينك اللي فوق اللي بيزهر في الفيلينك ده ده انا ممكن عن طريقه ادخل على الفورم دايريكت تاني انا بعد ما بفتح الفورم بيجي على اللينك اللي فوق ده وايخد ده copy اللي بيكون موجود في البراوزر من فوق ده معناه ان انا هقدر ادخل على الفورم دايريكت دون الدخول اولا على الالماس طيب انا كتبت الايميل بتاعي غلط وظيفة الايميل اللي حضرتك بتكتبه ان يجي لك عليه ريسيد وانا هتكلم في موضوع الريسيد ده كمان في اخر الفيديو لكن لو انا كتبت الايميل بتاعي غلط اسنوطة بيج برابلم لان الوسيلة اللي انا بعرف بها حضرتك لو احنا بصينا على الفورم حضرتك ليك كذا طريقة بتعرف بها نفسك النايم رباعي والايد فلو حضرتك كتب اسمك رباعي صح والايد بتاعتك صح الايميل وظيفته الوحيدة ان يجي لك عن طريقه الريسيد فدي مش مش مشكلة خالص لكن لو حضرتك كتبت اسمك غلط او رقم جلوسك غلط دي صعبة شوية لان لو انا اللي بعمل لنفسي مش صعب ان انا اغلط في اسمي او في رقم جلوسي ولكن برضو لو انا كاتب واحد فيهم صح يعني لو انا كاتب الاربع يعني الاسم رباعي صح خلاص اعتقد ان انا ايبن لو لغبطت في رقم جلوسي شوية هيتعرف هو الغرض من ان انا كاتب تلات حاجات عشان اعرف بهم نفسي ان انا اكون متأكد ان ده الطالب اللي انا هعمل احط له الدرجة سواء كان pass or fail تمام طيب المشاكل اللي بقى بتاعت ان انا رفعته وورد برضو لو انا رفعت وورد نوت بي دي اف او ان انا رفعت البليجوريزم مش كامل او ان انا رفعت فايلات غلط او ان انا بدلت الابحاس على الموديولز طبعا دي مشاكل متروكة للسادة رؤساء لجان الامتحان لنظر فيها اعتقد ان دي هتبقى اثناء عملية التصحيح بالنسبة لبحت التعليم الالكتروني لا تدخل نهائي في الريزولتس اللي بتدخل عن طريق اللينكس دي اللينكس دي لا يستطيع احد على الاطلاق ولا اللي عملها حتى انه يغير في اي حاجة اترفعت عن طريقها ده في الاخر خالص بيترفع زي ما هو كده للسادة المصححين عن طريق السادة رؤساء لجان الامتحان فاذا كنت حضرتك رفعت اي حاجة مفيش اي طريقة ان انا اغيرها او ابدلها تمام نيجي بقى للنقطة الاخيرة المهمة ان انا ما جاليش ريسيت بان انا وصلت اللي بتاعي ده او بتاعتي دي وصلت احنا ان شاء الله قبل نهاية السابتناشن المفروض ان حضرتك مفتوح السابتناشن لحد يوم خمستاشر ستة ان شاء الله على يوم اتناشر ستة هيحصل ريليز يعني ايه؟ يعني ان احنا هنرفع جميع اسامي الناس اللي حصلها للماتيريال بتاعتها ده هيترفع على حضرتك ما لقيتش اسمك موجود على الناس اللي ترافع اساميها او اللي موجود اساميها انها اريدي احنا بتاعتها ساعتها ممكن اتدخل تاني واعمل لان انا كده ما عملتش هو انا كله طالب لي على الموضيول بتاعه او على الجروب بتاعته او على المادة بتاعته ولكن معنى ان انا اسمي ما ظهرش ان انا كده ما حصل ليش اصلا ففي الحالة دي هدخل على لينك واللينك هيبى لسه فاتح عادي لحد يوم خمستاشر لكن ان شاء الله يوم اتناشر ستة هنعمل ريليز واعلان للطلبة اللي حصل ريسبونس منهم اللي وصل ريسبونس منهم على اللينكات دي اتمنى نكون اه وضحنا النقط اللي حضرتك وعندوكو فيها مشكلة بود لك وبالتوفيد